لكن ما كانش فيه مشرف عام على الفريق ما كانش فيه مدير كورا حضرتك الجلسة كانت تلاتة رئيس نادي الزمالك وحضرتك وميستر باتشيكو عايز اعرف ليه كانت انتو التلاتة بس والحاجة التانية لا ما كانتش احنا التلاتة بس هي كانت الجلسة دي كانت في بداية تغيير الادارة المدير الفني طلب ان هو يقعد مع رئيس النادي وكان فيه محاضرين اعتقد اعضاء من اللجنة الاعضاء تماما انا بتكلم على ان كانت الجلسة اساسها كان طبعا ان هو يتعرف عليهم اكتر وفي نفس الوقت يشركهم كان فيه بعض الحاجات اللي هو دايما بيتكلم فيها مع الناس اولا يعني فيه حاجات تفيد النادي او تفيد الفرقة زي مثلا هو كان عنده شكوى دائمة من ملعب التدريب بتاع النادي هو نفسه اصيب في الملعب الملعب التدريب اه اه هو جاله اصابة اه جاله اصابة في رجبيته في اخر قبل قبل مباراة سيراميكا بس فالك عارف ان في الشيطة يعني في الشيطة شفاء الملعب في مصر عشان بسبب التغيرات للملعب يعني هو شايف ان الملعب كان مش مساعد خالص كان محتاج ان هو ان هو يتمنى السيانة بشكل مختلف دايما بيقول الحاجات اللي هو شايف انها هتفيد قصة الفرقة احتياجات الفرقة في التوقيت ده من المراكز اللي محتاجها تدعيم يعني هو كان دايما بيقول ان هو محتاج من اول ما جيه حتى قبل بداية المسلم الحالي ده كان عايز يجيب مدافع لان هو مش بيتكلم على بس افراد موجودة او كده هو بيتكلم على كل فرقة ليها زي ما بيقولوا كده ايه العدد مثالي او رقم من اللعبة يفيد الفرقة صحيح اه اتكلم في النقط دي بشكل عام وكان مش المقصود ان هو يعني هو اتكلم في الحاجات دي مع كل الناس يعني كهو كان بداية لما جيه المجلس الجديد كان بيقعد مع الكابتن ايمان يونس وبيقعد مع الكابتن اشرف وبيقعد مع الكابتن عبد الحليم يعني على طول كان فيه وتبادل وجهات نظر مع الناس دي كلها وقعد بعد كده مع المجلس الادارة كامر طبيعي امر عادي مش مكانش فيه تعمد ان هو يبقى بعيد لا هو الامر عادي طيب هل حاليا كان فيه كونفلكت جوه الادوار اللي موجودة في الفريق بص انا بحاول ان انا ايه يعني اخلي الجملة غنضة علشان مش عايز اقول فيها اسماء اقول فيها اي حاجة لكن هل كان فيه تضارب في المهام اللي موجودة داخل فريق نادي الزمالك في التعليمات اللي كان مستر باتشيكو ممكن تأثر عليه بمعنى تاني هل ممكن كان المشرف العام على الكورة او مدير الكورة كان ممكن يكون فيه تضارب في الاراء او في الكلام اللي بينهم بين باتشيكو يعني مثلا المشرف العام يقول له حاجة مدير الكورة يقول له حاجة فكان بيبقى كونفيوزد لا هو كان عنده فعلا كونفيوزد مش من كلامهم او من لا كان النقطة بالزبط هي ايه عدم وضوح يعني السكوب بتاع كل واحد كل واحد ايه مسؤولياته وهو كان بيتعاون مع كل يعني مع كابتن عبد الحليم مع كابتن اشرف مع كابتن ايمان يونس كان على طول بيحاول انه هو يوصل وجهة نظره في بعض الامور الهدف النهاية مصلحة عامة مش امور خاصة يعني ابرز اللعيبة اللي باتشيكو طلب فعلا نتعاقد معاها بنتكلم على محمود ريز هل كان من ضمن طلبات مستر باتشيكو ده رقم يعني آر اسم خلينا اقول لك ليه بقى هو اولا انه كان بيطلب مراكز يعني كان بيطلب مدافعين طلب مدافع وطلب مهاجم بدون تحديد اسماء لكن لما الطلب منه هو حدد اسماء في اسمين هما اللي حددهم كان في اكتر من اجتماع الاسم الاولاني مدافع قال انا عايز مدافع بنفس المواصفات اللي موجودة في الفرق عايز مدافع على مستوى عالي يعني فكان الاسم اللي اختاره محمود ريز نتيجة ان هو كان كل المباريات الزمالك في القرعة بتاعت الدوري بيلعب مع الفرق اللي كانت الاسبوع القبله بتلعب مع نادي الاتحاد السكنداري فشاف لهم اكتر من المباراة وعجبوا اداء محمود ريز وعجبوا التكوين القوي كل المداري بيبقى ليه مواصفات معاينة يعني هو حدك مكانش عنده بديل تاني مكانش عنده فتيرات لا انا بتكلم هو لما الكرة ترمت في ملعبه وتقال له حدد واحد اتنين ثلاثة حدد محمود ريز كان لعيب واحد بس في التويد المحمود ريز ده هو كان طالبه لكن ما حصلش ان هو الادارة او حد من الادارة يعني وصلنا لمرحلة اننا ينفذ يجيب لعيب مدافع في بعض الاسماء اللي قرينا عنها لكن ما حدش جاب حد يعني ما كانش ما وصلناش لمرحلة ان هو اختار لنا عايزين ده ولا ده ولا ده كان في اسم تاني طلبه او لا لا هو ما طلبش هو طلب طب من الاسم التاني اللي اترشح من الاسماء اللي احنا سمعناها حتى في الجرائد وفي المواقع كان اعتقد كان في كلام ان الزمالك بيتعاقد بيتفاوض مع اسامة جلال اه اسامة جلال كان الموضوع خلاص بس انا يعني ما خلاص هيخلاص لكن كان كان موافع لي ولا ما كانش موافع لي ولا بالنسبة ما تعرضش عليه بصفة رسمية يعني ما يعني ما تكلمش فيه مع حد اعتقد يعني او حسب معلوماتي انا يعني طيب اه ليه حراسة المرمى كانت شضاع فراس باتشيكو يعني اه عواد ابو جبل جنش كنت بطلع اتكلم دايما على ان في مشكلة اه جنش مش عايز يوعد احتياطي لابو جبل ابو جبل ما يعودش احتياطي لجنش ويمكن كان في مشكلة في في المباراة الزمالك وتون جيتل سنغالي باتشيكو اجتمع معاهم اتكلم معاهم ولكن هل فعلا كان يعني وده نادلا لما يحصل ان احراسة المرمى تكون صدار للمدير الفني طبيعا ان اللعيب اللي في الملعب اللي هي المدفعين نص الملعب المهاجمين دول ممكن يكون فيه مشاكل ولكن ليه حراسة المرمى كان فيها مشكلة بالنسبة لباتشيكو كان بيكتنع بيهم دايما هو يعني النقطة الاساسية ان اولا احراس المرمى بالعكس انا شايف انها بتبقى مشكلة ان لما يبقى عندك اتنين او تلاتة حراس في مستوى عالي التلاتة عايزين يلعبوا واغلب المدربين بيلعب دايما بيسبت حارس المرمى ففيه لعبها متاخدش فرصة فمشكلة طبعا ان التلاتة كان مستوى عالي والتلاتة عايزين يلعبوا وكان على طول فيه ما بينهم الجزئية بقى الشخصية او العلاقة الشخصية ما بين اللعبة دي هو مرأيين يعني هو مش مشكلة يعني ما كانش بيتدخل فيها او مش ما تخصوش بشكل ما يعني هو كان اللي يهمه ان دايما اللاعب اللي هو شايف انه اجهز يكون موجود وفي نفس الوقت هو شايف انك فيه ضغط المباريات وكان فيه اكتر من بطولة مشاركين فيها فكان لازم يجهز على القال الاتنين يبقوا جهزين يلعبوا فلازم يدي مباريات للحراس فعشان كده ابتدى يبقى فيه يعني هو ابتدى لما جيه ابو جبل اخد فترة وبعدين اخر مبارتين او تلاتة كده جنش يلعب فهي قصة كلها بالنسبة له اي فرقة فيها نجوم يبقى فيها صعوبة في نادي الزمالك طبعا المرة دي كانت بالنسبة له كانت صعبة جدا ان كل اللاعبة عايزة تشارك وكان الامر صعب كان لازم يبقى فيه زي ما بيقوله كده خبرة في التعامل مع الامر ده ازاي تخلي اللاعب عايز يشارك وفي نفس الوقت يقتنع انهم مش خيرا طب لصلت عليك انهم اولا ما جمعهم في جلسة اخر جلسة جمعهم فيهم هما التلاتة ايه ابرز النقط اللي حدك لو تقولي قال لهم عليها مستر باتشيكو يعني جمعهم بعد ما الموضوع كان صعب جدا وانه هو شايف ان الموضوع هو قال لنفس اللي انا قلته تقريبا قال لهم انتوا كلكوا على مستوى عالي وانا مش شايف ان فيه سبب للمشاكل اللي موجودة او التنشانة اه يعني الموضوع افسط من كده وانتوا لعيبة مميزين ومش يعني عندكوا كمان لعيبة محترفين انتوا لعيبة محترفين فمفروض يبقى فيه كل واحد فيكوا عنده التزام بالعقد وبالتعاقد بتاعه وان هو يكون موجود لو هو بيلعب بيكون موجود لو على الدكة يكون موجود وغاهز فما كانش فيه اكتر من كده وطلب منهم ان هما يتقبلوا الوضع لان ده امر طبيعي في كرة القدم يعني ان اذا تبقى مباراة بتلعب مباراة ما بتلعبش اشتركوا في القناة